موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ختام النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرؤية جاءتني منذ ساعات يقول الرائي رأيت في الليلة الفائتة أني جالس مع أبو بكر الصديق في حلقة لتعليم تجويد سورة الفاتحة وأبو بكر الذي كان يعلمنا التجويد وبصوت شجي وواجيل أبيض وليس طويل ولا رفيع لابس أبيض وطلبت من أبو بكر أن أقرأ لحالي ورفض وقال بل اقرأ معهم وكان جالس معنا شخص لا أعرفه ولكن وجهه أليف وهو قمحي البشرة وعمره يقارب الأربعين سنة أو يزيد سنتين رأسه ضخم عريض الوجه والجبين وشعره خفيف وكأنه شخص عامي وعادي جدا وحتى لبسه لبس عادي ليس كالشيوخ والمهم أبو بكر بعدما علمنا الفاتحة ما يقارب أربع أو خمس مرات ذهب وصار هذا الشخص يقرأ صورة الفاتحة مثل أبا بكر بالتجويد وبصوت جميل وقشع ريرة الصوت وكأنه نسخة من أبو بكر وأنا أنظر إليه في زهول كيف تعلم التجويد وكيف يكون مثل أبو بكر ونفس الصوت بالتمام وانتهت الرؤية والله على ما أقول شهيد هناك ملاحظة كان بجوار الحلقة معنا أو بعيد عننا بسبعة أمطار رجل عم لي اسمه حسن عمره سبعين سنة تأويل هذه الرؤية في البداية هذه الرؤية في منتهى الأهمية قول الرائي أنه كان جالس مع الصديق أبو بكر بداية رؤية أبو بكر في الرؤية تدل على مكارم الأخلاق وتدل على الهمم العالية ولكن ما يعنينا في هذه الرؤية لماذا أبو بكر في هذه الرؤية وليس غيره من الصحابة لأن أبو بكر رؤيته في هذه الرؤية تدل على المنصب وعلى الخلافة الإسلامية وقول الرائي أن أبو بكر كان يعلمهم التجويد وبالتحديد صورة الفاتحة فلماذا يعلمهم أبو بكر التجويد لأن هناك رجل يعد في هذه الفترة أن يسير على نفس المنهج الذي كان يسير عليه الصديق أبو بكر كما علمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولماذا صورة الفاتحة لأن أمر الخلافة بدأ وافتتحه أبو بكر خلافة على منهاج النبوة فلابد أن يعود الأمر كما بدأ خلافة على منهاج النبوة والدليل على ذلك أن من ضمن الحلقة التي كانت في تعليم التجويد رجل هو الإمام المهدي هذه مواصفات الإمام المهدي التي تواترت في الرؤى وبعد الروايات أنه قمحي البشرة وعمره يقارب الأربعين سنة أو يزيد ورأسه ضخم عريض الوجه والجبين شعره خفيف وكأنه شخص عامي لأنه يعد لمرحلة الإصلاح هذا الرجل الذي هو الإمام المهدي تعلم أربع أو خمس مرات صورة الفاتحة اللي هي رمز لعودة الخلافة من جديد ثم بعد ذلك أصبح يقرأ مثل أبو بكر أي أنه انتبه لأنه دي أخطر جزئية في هذه الرؤية أي أنه دخل في مرحلة الإصلاح يبقى الرؤية دي بتبهين لينا أن الإمام المهدي بدأ فعلا مرحلة الإصلاح وقول الرأي أنه كان ينظر إلى هذا الرجل في ذهول كيف تعلم الفاتحة في هذه الفترة القصيرة وبهذا الإتقان مثل أبا بكر لأن هذا الإصلاح من عند الله حديث الرسول يصلحه الله في ليلة دا كلام تدخل رباني من عند الله سبحانه وتعالى وهذا السر ذهول صاحب الرؤية كيف تعلم بهذه السرعة أيضا قول الرأي أن هناك عم له اسمه حسن وعمره سبعين سنة كان بجوار هذه الحلقة على بعد سبعة أمطار لقد جاء اسم العم باسمه فهي بشارة حسنة بقرب ظهور المهدي وقول الرأي أن هذا العم كان على بعد سبعة أمطار هي إشارة في منتهى الأهمية بقرب ظهور المهدي لا ندري سبعة أشهر أم سبعة سنين فالمهدي قد اقترب ظهوره جدا فقد يكون ظهور المهدي في خلال شهور قليلة جدا من تاريخ هذه الرؤية فهي بشارة رائعة ورؤية جميلة جدا فهنيئا للرأي بما رأى وهو بالمناسبة من القدس كرم الله ثراها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونلقاكم إن شاء الله غدا مع رؤية جديدة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا